هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون ومائة وواحد وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصرين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وخمسة وأربعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وثلاثة وسبعين ألف شخص